نبقى في أجواء المنديال أيضا من الدوحة ينضم ليلة موفدة العربية ليث بزاري ليث مرحبا بك المباراة ثانية قبل نهاية كأس العالم تاهب لملاقات الأرجنتين وميسي فرنسا والمغرب يا الأجواء كيف هي؟ الأجواء هنا هادئة لأن تركنا وسط الدوحة قبل قليل مشيرب وسوق واقف ونتجه إلى الساد مع أن المباراة ستقام بعد خمس ساعات وخمسة عشر دقيقة ولكن السيكوريتي أو الحراسة بسبب وصول الرئيس الفرنسي ماكرون الذي سيحضر هذه المباراة أدى إلى إغلاق الكثير من الطرق هنا في الدوحة ولذلك ستكون المباراة حامية الوطيس أنا متأكد بين المغرب المنتخب المغرب والمغرب الفرنسي وفي استاد بيت الشعر البيت ستاديوم الذي ستقام على أرضه المباراة وهذا الاستاد طبعا خالد يتسع لـ 68.995 متفرج رقم هائل رقم كبير ولكن شاهدنا الكثير من المغاربة أكثر بكثير من المشجعين الفرنسيين الذين استقلوا حافلات من وسط الدوحة متجهين نحو استاديوم أو استاد البيت هنا شمال الدوحة الذي يقع في منطقة سميسما هنا في قطر وسوف تكون التجيع المغربي يكون أكبر بكثير وهذا يلعب دور مهم للفريق أو للمنتخب المغربي أذكر تماما عندما ذكر المدرب المنتخب المغربي الرقراغي قال أن المشجعون هم اللاعب رقم 12 في المباراة وهذا صحيح شاهدنا الكثير عندما كان هناك هتافات واحتفالات وتسجيع للفريق يؤدي ذلك إلى تسجيل أهداف هناك في مرمى الخصم أو المنتخب الذي يلعب معه المنتخب المغربي شكرا جزيلا لك من الدوحة مفيد العربية ليت بزاري